ما هو هذا المرض وما هي أعراضه كيف يمكن الكشف عنه للحد من تداعياته الصحية نقف عند هذه الأسئلة وأكثر مع ضيفي الذي ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من جدة أخصاء أمراض باطنية والغدد الصم الدكتور عمرو شلبي دكتور يسعد صباحك إذن مثل ما قلنا أن هذا المرض كثير من الناس ما سمعت به واسمه يبدو غريب نوعا ما ما هو هذا المرض وكيف يمكن أن نبسط للمشاهد سلام عليكم صباح جميل ويوم سعيدة على الجميع المشاهدين والمستمعين وحضرتك بس بحب أوضح هو تسمى هاشموتو على اسم الدكتور اللي اكتشف المرض سنة 1912 يعني تقريبا من 106 سنة فهو تسمى في الوقت ده لأنه اكتشف أنه مرض مناعي بيسيب خلايا الغدد الدرقية واحد من الأشهر المسببات لضعف أداء الغدد الدرقية وعادة هو ممكن يكون مصاحب معاه بعد الأمراض المناعية الأخرى عشان كده دايما المريض لازم يعمل روتين أو تحليل أو تحليل دوري علشان يعرف إذا كان فيه أي مشكلة في أداء الغدد الدرقية ويعرف إذا كان المسبب لها هاشموتو أو إذا كان فيه سبب آخر طبعا زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي هو بيصيب تقريبا في النساء أو الإناس أكتر من 5 إلى 10 أضعاف الرجال أو الزكور فطبعا هو مرتبط أكتر بالإناس وهنا بنتظر موضوع من الأعراض بتاعته فكرة الحمل والوزن طيب دكتور عمرو مجتمعنا العربي كأنه ما سامين احنا بهذا الاسم وإن كان فعلا يصيب الأمراض كما ذكرت حضرتك النساء عفوا من أي عمر هل جميع أعمار النساء مثلا فوق سن الأربعين أم ماذا مالوش عمره محدد المرض نفسه عشان كده احنا دايما بنتفق على أنه الأعراض بتاعت المرض بترتبط بأداء الغدد الدرقية طول ما أداء الغدد الدرقية ضعيف في أعراض أداء الغدد الدرقية ضعيف يبقى احنا لابد أن احنا نشيك ونحلل ونشوف إذا كان هذا هو من سبب من أسباب أداء الغدد الدرقية لابد أن احنا بعرفين أنه ممكن يكون مرض صامت يعني بنطال بساطة يبقاش فيه أي أعراض وهنا علشان كده احنا برضو بنصر ونقول التحليل الدورية السنوية أنت كل سنة سوي تحليل وإعرف إيش المشكلة في التحليل في غدد الدرقية عندك علشان إذا كان فيه أي خلل فيها نبتدي ندور وراها ونعرف إيه السبب الحقيقي لهذا الأداء طيب دكتور قبل الخوف في ما هي أريد أود الأعراض أود أن أعرف أسبابه أسبابه هو مرض مناعي للأسف الشديد محدش بيقدر يتوقعه ومحدش بيقدر يعرف إذا كان لي سبب محدد هو مرض مناعي جسم الإنسان بيرد بأجسام مناعية ضد خلال الغدد نفسها زي بقية الأمراض المناعية كلها بس هو لا يصيب إلا الغدد الدرقية وما بيسيبش أي أجزاء أخرى لكن المشكلة في أداء الغدد الدرقية ونقص معدل السيروكسين هو ده اللي بعد كده بقى يبتدي يعمل أعراض شديدة من ممكن توصل إلى درجة فشل في أعضاء وجهز الجسم كله إذن ذكرت أيضا حضرتك أعراض كيف يمكن علاجة هنا دكتور؟ طيب بالنسبة للأعراض إحنا ممكن نكمل نهاش الأعراض ممكن تتفاوت من زي ما قلنا من أعراض صامتة إلى أعراض من ضعف عام في الجسم إلى خلل في الأداء سواء الأداء البدني أو الأداء الزهني العصبي أو أداء الجسم كله أو ضعف في أداء الخلاية كمان أحيانا يحصل تورم تورم في الأطراف في الأقدام في اللسان في دي بتعتمد الأعراض على مدد وحجم النقص يعني كل ما يزيد مدد النقص وكل ما يزيد حجم نقص الغضة الدرقية كل ما بيبتدي الأعراض تزيد وممكن توصل إلى حالة اسمها مكسيديما وده تعتبر من حالات العنيفة جدا في نقص أداء الغضة الدرقية مالوش أسباب محددة العلاج هو علاج المشكلة الأساسية اللي تسبب فيها المرض اللي هي أداء الغضة الدرقية بالأدوية المتوفرة في السوق أساسا اللي هي بديل السيروكسين اللي هو هرمونات بديلة وتتخذ عن طريق الفم وممكن تتخذ لقدرها عن طريق الوريد إذا كانت الحالة دخلت لقدرها في كومة أو في مشكلة كبيرة من حالة المكسيديما مهمة قوي أن احنا دايما ناخد بالنا وبيصيب النساء يعني هم نتكلم على أداء المزن نعم نتكلم على الحمل والولادة نتكلم على الجنين أثناء الحمل يعني ما قبل الحمل عشان يحصل حمل وما بعد الحمل أثناء الحمل وما بعد الولادة لأن هنا برضو الجنين لازم يتحلله ودي أظن أصبح متعمن بها في جميع المركز الطبية بلابد من إجراء تحليل الغضة الدرقية للكشف المبكر وكشف المرض علشان يبقى دايما نضمن إن شاء الله بإذنها صحة الإنسان الطيبة دكتور عمرو بالإضافة إلى الأعراض اللي ذكرتها حضرتك خلينا نشوف مع بعض أعراض مرض هاشيموتو ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر إذن مشاهدين تابعنا الأسباب والأعراض لمرض هاشيموتو نعود إليك دكتور عمرو هل يمكن تلافي الإصابة بهذا المرض؟ مثلا هل هناك لقاح يمكن أخذ أم ماذا؟ للأسف معظم الأمراض المناعية ملهاش وقاية معينة أو كشف غير بمتابعة التحليل الغضة نفسها لكن ما فيش عندنا حاجة تقدر نقول إن إحنا هنتوقع حدوث المرض من عدمه حتى بالنسبة لنا لأنه مرض المناعي ما بنبقاش ليه علاج محدد قد ما هو علاج الأعراض اللي موجودة في معظم الأحيان لكن خلينا نتفق هو لابد من التحليل علشان كده مقول تحليل الدوري لكن توقع أو تخيل أو يعني نمر واحد إذا كنا عايزين نفكر نحلل أكتر الناس اللي هو رانزين فاميليز الناس اللي في العوائل الناس اللي عندها تاريخ عائلي مرضي بوجود مرض هاشيموتو يفضل إنه هو يحلله بدري ويحلل بسرعة دورية أكتر من الغير علشان ده ممكن قوي يكون عنده نسبة الإصابة بالمرض مضاعفة وده حاجة مهمة جدا يعني دكتور ما تأثير على الحامل أو من تود أن تصبح حامل بالضبط زي ما اتفقنا ده الغضة الدركية هو أداء أساسي للتمثيل الغذائي وتقريبا لكل خلايا جسم الإنسان منها فكرة الحمل وكيفية الحمل والمضايد وإفرازها وبقيت هرمونات الجسم علشان كده احنا دايما بنقول الحامل أو المرأة اللي لا تستطيع الإنجاب عليها أنها دايما تحلل الغضة الدركية واتبعه علشان لو تلع فعلا في وجود المرض ده الغضة الدركية سواء هاشيموتو وهو الأشهر في مسببات الغضة الدركية أن لابد أنها تعالجه وتعالجه وتتابع نسبة التحليل بجدية علشان ده حيكون إن شاء الله بإذن الله سبب رئيسي في إن شاء الله أنها تحمل بإذن الله طيب دكتور عمرو لماذا أصبحنا كأنه الآن نسمع عن مرض هاشيموتو يعني قبل سنوات ما أعتقد أحد سمع بهذا المرض وهل إلا مرادف بمجتمعنا العربي تسمية أخرى مثلا شائعة أكثر من هاشيموتو لا 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 ما في تسمية أخرى خالص نهائيا هو نفس الإسم هاشيموتو بس طبعا حضرتك النهاردة حضرتك بتتكلمي على توسع في الخدمات الصحية اهتمام الناس بصحتها بصورة أكتر تحسن في أداء الخدمة نفسها فحضرتك بتبدأ التشخيص بقى أكتر فبدأت الناس تسمع عنه بصورة أكتر لكنه موجود من 106 سنة متشخص معروف موجوده لكن نسبة الإصابة بالحالات بدأت تظهر نتيجة لأن الناس بدأت تهتم بدأت تحلل لكن الحقيقة هو نفس المرض موجود بنفس اسمه لا يوجد له اسم آخر متداول لكن الشهرة جت من كتر ظهور الإصابة بالمرض بين الناس دكتور ذكرت حضرتك الأعراض وأيضا إحنا استعرضنا الأعراض لكن هنا كيف نخفف من أعراض مرض هاشيموتو مرض هاشيموتو ممكن التحكم فيه بمنتهى السهولة لو إحنا قدرنا أن نعمل تحليل الغضة الدركية بمتابعة دقيقة بحيث ناخد جرعة الهرمون البديل متناسبة مع نسبة التحليل بحيث نحن نحقق الدرجة المعينة الموجودة في الدم من هذا الهرمون طول ما أنا بأخذ العلاج بانتظام طول ما أنا بحلل بانتظام حسب رؤية الطبيب في العيادة هنا احنا بنقدر نوصل لمعدل ثابت ومنتظم أتشيف التارجت يعني المطلوب النسبة المطلوبة للشخص أو المريض في الحالة دي هو آمن تماما من أي مضاعفات أو أي شيء وكل شيء هيبقى بصحة طيبة إن شاء الله دكتور في دقيقة من الوقت هل ممكن للمصابة بهذا المرض أن تشفى منه؟ هو للأسف معظم الأمراض المناعية ما فيش حاجة لغاية دولتين تقدرون عليها الشفاء كامل الحقيقة هو بس مجرد الالتزام بعلاجها هو ده أساس الموضوع كله أساس عدم وجود أي أعراض أو مضاعفات وهذا هو الأهم لكن فكرة إن احنا نتكلم على مرض يشفى وينتهي الحقيقة هو للأسف مش موجود في معظم الأمراض أو كل الأمراض المناعية نعم شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة وكل هذه المعلومات من جدة حدثنا أخصائي أمراض باطنية والغداد الصمع الدكتور عمرو شلبي ترجمة نانسي قنقر